أنا جالس في الصحراء مع أسرتي وكذا وأصدقاء وهذا في الغاط بر الرياض في أيام أمطار وكذا ففيضة يعني في كان كله أخضر وكذا وانتغدى ولا والله اللي جنبي تعارف الناس حين بالتلفونات اللي يقول لي ها سمعت ما سمعت أنا رضي التلفون المكتوب تستاهل مدير إيش مبروك وكذا أنا يعرف الموضوع الشو فاكتشفت أن الموضوع هو هذا التعين فاكتل آية الفضاء فبدأنا نعمل نقرأ ولذلك اليوم أنا ما قدر أتكلم أكثر عن كذا لأنه اللي يقدر أقوله أن موضوع الفضاء بشكل عامل على مستوى العالمي أصبح موضوع تجاري كبير جدا في فرص ضخمة جدا ليس فقط للسعود والنزول يعني من هذا لكن فرص المجال العلمي للأجيال وفرص مجال الأبحاث العلمية المملكة المتقدمة فيها الآن أصبحت وأصبح مجال حيوي والمملكة الدولة الوحيدة ضمن دول العشرين اللي ما فيها مؤسسة للفضاء فأنا أعتقادي أنه ولازمنا في مرحض الاشتشراف الآن في تطوير الاستراتيجي اللي قدمتها الدولة تكوين فرق تأسيس تأسيس المرة هذي ممكن نقول أسهل بعض الشيء وأصعب بعض الشيء أسهل من ناحة التطوير إداري ما عاد يحتاج أني أبدأ من الصفر وأكتب لكل مسار أنه أباك تسوي كذا والمسار كذا ونبدأ نختبر المسارات لدينا تجربة ناضجة إدارية تنطبق على كل شيء في هذه السياحة اليوم